قبيل أيام من محادثات مزمع أجراؤها الثلاثاء المقبل في فيينا دعت فرنسا النظام الإيراني الكفي عن أي انتهاك انتزاماتها بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 وذلك لدعم المحادثات الجارية حاليا بهذا الشأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وخلال اتصال هاتفي مع نظره الإيراني جواظ ظريف دعت هران تعامل البناء خلال المحادثات النووية القادمة معربان عن قلقه العميق إزاء موقف النظام بشأن برنامجه النووي بدوره أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون طالب في اتصال هاتفي نظره الإيراني حسن روحاني بتقديم وادرات واضحة وفورية للسماح بالسناف الحوار بشأن اتفاق النووي من جهتها أعربت وزارة خارجية نظام الإيراني عن معارضتها لأي تخفيف تدريجي للعقوبات مشيرة إلى أن سياسة بلادها تتمحور حول رفع كافة القيود والعقوبات الأمريكية قبل أي محادثات والجمعة أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشارك باجتماع فييني ومثلاثاء المقبل في إطار مشاورات مع النظام الإيراني حول الاتفاق النووي وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن القضايا الرئيسية المقرر بحثها في المحادثات تشمل خطوات المطلوبة من طهران للعودة إلى التزام بالاتفاق وخطوات تخفيف العقوبات ويرى خبراء أن وجود وفدين نظام الإيراني والأمريكي في العاصمة النمساوية فييننا خطوة للأمام في جهود إعادة الجانبين الالتزام بالاتفاق النووي اشتركوا في القناة